تعال نشوف إسامة يوسف حاوز يولي عالك يعني عربي يد ده يعني كابتن نسان والله أنا علاقتي بالكابتن إسلام أنا حضرت إسلام حضر معايا وأنا بلعب بس كنت في الآخر وأنا حتى ليه معاه كده حاجة ضريفة جدا هو كان لسه صغير وطالع وكان هو فعلا لعب بكرة كويس جدا وكان مباشر وسريع كان بلعب بقريت ساعتها وكنا باللعب تقريبا يعني على ما نتذكر نادي الكوروم أياما كان بيلعب وإسلام جالي في نص الملعب قال لكابتن نفسه يجيب جول قلت له طب إسلامي على الله بس يفتكر الكلام ده إسلام أوه ممسك الكورة واليف اجرع الجول وفعلا هو عمل كده أوه فضل مستنين الغاية ما لفيت ولعبت له الكورة دس عليها دوبك بس لماسه كده جاب هدف كان يوم سعيد أوه بالنسباله كان يوم حلو يعني أنا كمان كنت سعيد أوه إنه هو جاب جول لأنا كنت بحبه فعلا هو كان لعب كويس جدا ولعب مباشر يعني أنا كان هو وليه زميل خميس جعفر برضو كان معاه كنت بحبه من الاتنين لأنهما كان عندهم يعني عندهم كارزمة عندهم عزيمة كده وصلا أنهما عايزين يبقوا لعب الكورة يبقوا كويسين فكنت مبسوط منه قوي إنه هو جاء قال لي كلمتين دولت وأنا عايز أجيبه وعايز أهدافه كده وفعلا هو فعلا كمان كان بيعاف وخش جواة 18 وكان بيلعب بك رايت كان بيعاف يخش جواة 18 ويجيب ويجيب أهداف وكان ماشي مع القولمبي كويس جدا لغاية ما ماشي من القولمبي وربنا كرمه راح المنتخب بعد راح الإسماعيلي بعد كده بقى كنا بنتبع بعض بقى لا هو بعد ما بطلنا كده وإسلام كان بيلعب يعني كنت في الجهاز اللي كان موجود في النادي إسلام شخصية طيبة يعني شخصية سالسة بيسمع الكلام وبينفذ وبيفهم بسرعة فكان دي بالنسبة لنا احنا أي حاجة بتتقال فكان بتتعامل بسرعة ما كانش فيه يعني ما كانش فيه غلط ما كانش فيه بيرد على حد ما كان حاضر يا كابتن طيب كان بيرعي إن هو لعيب وكبار كبار يعني دي كانت عنده حاجة مهمة جدا هو الحد دلوقتي يعني ما بيكلم حد فينا فبيقول له يا كابتن بيبقى مبسوط يعني إن هو مع حد فينا وبيكلم حد لإن برضو إحنا هنا عشت العمر وطلع بيننا وتربى معانا فبينه وبينه عشرة كويسة جدا وهو كلعيب وأخلاق أخلاق عالية جدا وهو من بيت من بيت راقي يعني من بيت ناس طيبة جدا هتقولي إيه للكابتن لا كابتن أسامة ده طبعا متذكر يعني كابتن أسامة ده بوجهة نظري إن هو واحد كان من أحسن صناع اللعب في مصر ومخدش حظه بيلعب إيه كابتن أسامة بيلعب صنع العام في نص الملعب بيليه ميكر بص يا كابتن أسامة زي ما هو قالك كده وهو بظهره كده كان يعمل لكابتن أحمد الكاس الباص يوديه لي الجول زي محسن صالح كده كابتن محسن لا كابتن محسن قصة تانية طيب قصة تانية في حياتي وفي حياتي ما هنتكلم عليه يعني كان حافظك حافظك حالد كابتن أسامة لا كابتن أسامة ده أنا بشوف إنه هو كان يبقى واحد وجهة نظري إنه هو واحد من أعظم صناع اللعب اللي جون في مصر وفيه لعيبة كتير أوت زنب صراحة يعني آه فيه لعيبة كتير لإنه كان بيعمل كل حاجة في الكورة وطبعا يعني أنا حتى لو أقوى بيتكلم إن أنا يعني بسمع الكلام وكده أنا كنت بتعلم كنت مطيع أنت فك جدا بس أنا كنت بتعلم ده منهم الحقيقة من هذا الجيل الرائع المحترم اللي ما تقدرش تتكلم معاهم حتى هذه اللحظة لغاية لما بشوف حد فيهم فعلا والله يا روح أسلم عليه وبس دماغه وقعد جنبه وبابقى مبسوط جدا جدا أنا سعيد إن الكابتن أسامة يوسف بيتكلم علي بهذا الشكل حتى الآن شكرا